صلوا في بيوتكم عاد المؤذنون يختمون الأذان بصلوا في بيوتكم الكلمات التي تثير الغصة في نفوس الأردنيين كيف لا وهي تحرم الذين قلوبهم معلقة بالمساجد من رفع كلمة الله أكبر إغلاق المساجد مرة أخرى بات ضرورة ملحة كما تدعي الحكومة بسبب فيروس كورونا والقرار الحكومي متسلح بتوصية من لجنة الأوبئة وهو لم يقنع حتى وزراء من أصحاب الاختصاص في الحكومة لو كنت أنا ربما خارج هذا المنصب في وزارة الأوقاف وخارج المسئولية التي وضعت في عنقي وأنا أدرك أن هذه مسئولية عظيمة أولا أمام الله عز وجل يعني قبل كل شيء ثانيا هي مسئولية أمام بلدنا وننتحمل هذه المسئولية ربما يعني لا أكون مع هذا القرار لأنني من كان خارج القرار واتخاذ القرار في بعض الأحيان ليس كمن أو ينظر من الخارج ليس كمن في الداخل أغلبية الأردنيين امتعظ من القرار فالمساجد كانت هي الأكثر التزاما بشروط السلامة خلال الفترة الماضية وهناك عشرات الأماكن التي تشهد ازدحاما شبه يومي دون اتخاذ إجراءات السلامة العامة ولا يتم إغلاقها أنا شايف القرار خاطئ ليس القرار المهم يعني المساجد لأنه كلها نظافة بالمناسبة بيجي على المسجد الشخص متوضع جاي يصلي فما بتهيئ لي أنه بعدين تباعد كان قائم بالفترة اللي قبل يعني الصلاة أتوقع هي أخف ضرر لأنه الوضوء بيكون خمس مرات في اليوم المساجد نضيف 24 ساعة لجان المساجد بتنظف وتحفظ عن نظافة فأتوقع ما في المشكلة الموجودة بالأماكن الثانية تقريبا الشعب كله معارض لهذه إغلاق المساجد وخاصة في الصلوات اللي غير صلاة الجمعة طبعا ما فيش فيها تقارب نكون متبعدين كثيرا عن بعض المساجد فأنا أعتقد أنها مش ضرورية تكثر الآراء حول إغلاق المساجد لكن لسان المواطن يكرر العبارات ذاتها لا مبرر للإغلاق إذا كان الإزدحام في الأماكن العامة مسموحا به أو لا يمكن الحد منه فلماذا تصر الحكومة على إبقاء المساجد مغلقة أكثر الناس متزمين هم المساجد تباعد ولبس كممات ما شاء الله عليهم وروح شوف الأسواق كيف فوق بعض الناس ومش بلتزمه بالمرة والتجار عمين عروض بتخوف صراحة يعني لا يبرر مش بس المساجد هاي المطاعم كلها يعني المطاعم السياحية أنا شايف أنه جراف الشيلو دائب صراحة لأنه خلص هيك البلد ماشي يعني على الكل هيك على الفاضي يعني إغلاق المساجد مش راح يلغي هذا الاشي إغلاق المساجد منكر ينبغي أن ترتفع الأصوات استنكارا له ونهيا عنه حتى الحكومة ذاتها أعلنت أنها تتعايش مع الوباء أسامة بليبلي الحقيقة الدولية